شهدت القافلة الطبية التي تنظمها جامعة طنطا بقرى مركز بسيون توقيع الكشف الطبي على 7465 حالة وتحويل 361 مريضا إلى مستشفيات طنطا الجامعي لتلقي العلاج أكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية والتوعوية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا داخل محافظة الغربية وتطبيق شعار قافلة كل يوم لتقديم الرعاية الطبية للمرضى